أحييكم أصدقاء العزاء وأهلا ومرحبا بكم الجديد في هذا الفيديو التعليمي حول أدوات الأمن السبراني واختبار الاختراق حيث أنه من المهم في البداية أن نتذكر بأن المعلومات التي سنشاركها في هذا الشرح تهديف فقط لأغراض تعليمية ويجب استخدام هذه الأدوات بطريقة قانونية وإخلاقية لذا تعتبر أدوات الأمن السبراني جزءاً أساسياً من حماية الأنظمة والشبكات حيث يتيح لمختبري الأمن المطورين استغلال الثغرات واكتشاف نقاط الضعف لقياس فعالية الدفاعات الموجودة في البيئة المستهدفة مما يساعدهم على تعزيز الأمان قبل أن يتمكن المهاجمون من استغلال هذه الثغرات لذا رح نتعرف من خلال موضوع اليوم بالتفصيل على كيفية استخدام أدات ديف مع الميتاسبلويت بالإضافة إلى نجروك لاختبار الاختراق عن بعد لأي جهاز غارج الشبكة بطريقة أمنة ثم فتح جلسة الاتصال داخل إطار العمل لمشروع الميتاسبلويت وذلك طبعاً إن من خلال حقنا الأكواد أو عن طريق تنزيل ملف الحمولة إلى الجهاز المستهدف حيث أن هذا الشرح يهدف إلى تعزيز مهاراتكم في الأمن السبراني وتمكنكم من فهم كيفية حماية الأنظمة بشكل أفضل ضد أي إقراءات مشبوهة أو غير مصرح بها لذا قبل أن نبدأ في الشرح نبغي أن نكون قد قمنا بتثبيت أعدات بيف على تيرموكس بالإضافة إلى أعدات نجروك ومشروع الميتاسبلويت وهذا طبعاً ما تم شرحه في الدروس السابقة من الدورة وسأضع لكم رابط الشروحات في الديسكريبشن أسفل الفيديو إذن الخطوة الأولى بعد أن نتعكد من تثبيت جميع الأدوات المطلوبة لشرح اليوم راح نقم أولاً بعادة توبيه البورت الخاص بأدات بيف لذا نسحب لوحة الإشعارات ثم نفعله تسبوت التي هي نقطة اتصال الهواتف المحمولة بعد ذلك نكتب الأمر .slash نجروك مسافة ثم بروتوكول HTTB مسافة ونضع البورت في ريثوزن الخاص بأدات بيف ونضع تنتر بعد فتح الجلسة راح يتم عرض خيار forward link الذي هو رابط لعادة توبيه البورت الخاص بأدات بيف نقم الآن بنسع عنوان الرابط على النحو التالي نحدد من خلف علامة السلاش إلى نهاية الامتداد ونعمل كوبي نفتح الآن جلسة أخرى على التيرموكس وننتقل إلى المجلد الخاص بأدات بيف بعد ذلك نستخدم الأمر التالي لفتح ملف التكوين بعد فتح الملف نضعط على نقطاع control مع حرف W للبحث عن كلمة بيف local ثم نقم بإزالة النص بيف local الموجود بين علامتي التنصيص ونستبدله بالرابط الخاص بعد توجيه البورت يجب أيضا إزالة علامة الهشتاج من أمام هذه الخيارات الأربعة بعد ذلك نقم بتحريك الموشر إلى نهاية خيار البورتكول ثم نحذف كلمة false ونستبدلها بكلمة true لتمكن بورتكول HTTPS ننتقل أيضا إلى خيار الوكيل الأكسي بيفورس بروكسي ونضع true لتمكن سيرفر الوكيل أخيرا نقم بالتمريل إلى نهاية الملف ثم نفعل الميتاسبلويت من الخيار Enable عن طريق حذف false ونستبدلها بكلمة true الآن نحفظ التعديلات بالضغط على مكتاح control مع حرف S ثم نخرج من الملف بالضغط على control مع حرف X بعد ذلك نقم بفتح ملف التكوين لعدات التمكين الميتاسبلويت من خلال هذا المسار بعد فتح الملف ننتقل إلى خيار Enable ونستبدل القيمة false true لتمكن الرابط والتكامل بين الميتاسبلويت وعدات بيه ننتقل بعد ذلك بالمؤشر إلى خيار host ونستبدل المضيف المحلي للجهاز بالمضيف الفرعي الخاص بالشبكة أو نستخدم الإنون الافتراضي 0.0.0.0.0.0.0 حتى نستطيع الوصول للخدمة من أي إنوان IP منتصل للجهاز أيضا راح نقم باستبدال المضيف الخاص برد الاتصال callback host بالإنون الافتراضي 0.0.0.0.0 ونحفظ التعديلات نضغط control وحرف S ثم control وحرف X للقرب من الملأ أخيرا بعد إن انتهينا من جميع الخطوات السابقة راح نقم الآن بفتح طار العمل لمشروع الميتاسبلويت بعد فتح طار العمل نقم بتنفيذ الأمور التالي لتشغيل البرنامج بالمساعد RBC بعد ذلك نقم بتعيين السيرفر روست طبعا راح نستخدم الأنون الاقتراضي 0.0.0.0.0.0.0.0.1 نضغح مسافة ونقم بتعيين الباشورد بالإضافة لتمكين بروتكول SSL ثم انتر بعد تحميل المكون الضعف إلى إطار العمل الميتاسبولويت نذهب إلى مجلة بيف ونقم بتشغيل أداة طبعا وكما نلاحظ يتم حاديا تصدير وحدة استخلال الميتاسبولويت إلى إطار العمل الخاص بأداة بيف الآن بعد تشغيل أداة نقم بنصف بانل URL وتسجيل الدخول إلى لوحة تعكم وبما أننا راح نقم بإجراء اختبار الاختلاق عن بعد جهاز خارج الشبكة سنستخدم عنوان الرابط الخاص بأداة نجرووك إذن نفتح الألم تصف حلويب ونقم تسجيل الدخول إلى إطار العمل بعد الوصول إلى وجه التحكم الخاص بأداة بيف يجب علينا أولا أن نقم بربط متصفح الهدف بالأداة لكن تذكر دائما أن استخدام هذه الأدوات يجب أن يتم بشكل قانوني وإخلاقي لذا وكما أشارنا سابقا تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تطيخ لنا تفعيل الخصائص والوظائف المتنوعة للأداة مما يمكننا من استغلال أي ثغرات محتملة في متصفح الهدف وبالتالي يمكننا البدء في إجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات الأمنية وتحليل السلوك المتصفح ضمن بيئة الاختبار إذن كيف يتم الأمرض هذه المتصفحات في إطار العمل الخاص بأداة بيئة؟ طبعا هناك العديد من الطرق والخيارات التي تتيح لمختبرية الاختراق إضافة متصفح الويب إلى قائمة الهدف المرتبطة بالأداة وذلك إما عن طريق مشاركة إنواني وآرئيل لهذه الصفحة التجريبية أو المتقدمة الخاص بالأداة أو من خلال إدراك كود جافا سكريب في موقع ويب أو صفحة مخصصة ثم رفع الصفحة إلى سيرفر معين أو على الإنترنت وقد شرحنا هذا طبعا في الدرس السابق من الدورة لكن اليوم وبطريقة أخرى سنقوم بحقن عنواني وآرئيل في ملف بسيط ومن مجرد فتح هذا الملف يتم ربطة متصفحة في إطار العمل الأداة إذن لإنشاء الملف راح نذهب إلى بترموكس ونستخدم أي محرر نصوص أو محرر الأكواد يمكننا من خلال إنشاء ملف جديد بصيغة HTML بعد فتح الملف نقوم بإضافة الأكواد على النحو التهليم طبعا هنا سنستخدم سمات أتروبيوت لتحديد لغة المحتوى الموجودة في الملف ننتقل إلى قسم هيد ونقوم بإضافة الكودة التالية لتحديد نوع الترميزة لأحرق في الملف بعد ذلك سنضيف الكودة التالية لضمان تناسب الملف مع جميع الأجهزة أيضا في نفس القسم هيد راح نقوم بإضافة سكريرت تحتوي على رسالة الظهر بالمستخدم عند فتح الملف على سبيل المثال بحيكون مصدر رسالة Welcome to Cyber Security أخيرا ننتقل إلى قسم بودي ونقوم بإضافة سكريرت تحتوي على عنوان URL الخاص برابطة المتصفحة الآخر طبعا راح يكون السكريرت على النحو التالي بعد ذلك نذهب إلى لوحة التحكم الخاص بالأداة ونقوم بنسخ رابط الصفحة التدريدية أو المتقدمة لأداة إيه أما إذا كان لديك صفحة مخصصة يمكنك استخدام رابط الصفحة الخاصة بي نعمل نسخ ثم نلسق الرابط بين علامتي التنسيس ونحفظ الملف يمكنك بعد ذلك مشاركة هذا الملف حسب الطريقة التي تتفضلها أميك إما عبر مواقع التواصل أو البريد أو رفع الملف إلى مواقع الويد وكما نلاحظ بعد فتح الملف على جهاز آخر راح نجد أنه تم إضافة عنوان أيب الهداف إلى لوحة التحكم الخاص بالأداة الآن بعد أن أصبح لدينا جهاز ندرج في قائمة الهداف دعونا نوضحه باختصار ما هي الخطوات التالية للتعامل مع الهداف طبعا الخطوة الأولى التي يقوم بها المختبري لاختراك بعد ربط المتصفحات غالبا ما تكون جمع المعلومات حول النظام المستهدف مثل معلومات النظام والإضافات والبرامج وتطبيقات المثبتة بالإضافة إلى التباصل للشبكة الخطوة التالية هو استكشاف الميزات المتاحة في لوحة التحكم بالإضافة إلى الخيارات التي تمكنهم من استغلال الثغرات الموجودة في متصفح النظام ثم الخطوة الأخيرة وهو تنفيذ الأوامر واستغلال الهداف إذن هذا بالنسبة للخطوات الثلاثة الأساسية لفهم الثغرات الأمنية وتحليل الأنظمات من خلال إطار عمل أداة الآن دعونا نستعرض الخطوات المتبعة لجمع المعلومات حول النظام المستهدف في سياق اختبار الاختلاق ومن المعلومات وكمان نلاحظ عند الضغط على أحد هذه العناوين المرتبطة بإطار العمل سنحصل تلقائيا على معلومات أولية عن النظيف البعيد حيث تشمل معلومات النظام والمتصفحات بالإضافة إلى المكونات الإضافية وتطبيقات المتبطة على الجهاز يمكننا أيضا من خلال نافذة كوماند استخدام مجموعة متنوعة من الوحدات الإضافية لجمع المعلومات حول النظام والبرامج المتبطة بالإضافة إلى اكتشاف الثغرات طبعا أي عملية استدافة النظام باستخدام أداة بيف تتم من خلال البرامج وتطبيقات المتبطة على الجهاز لذا الخطوة التالية لمختبر الاختلاق والمطلولين بعد ربط متصفح الهدف هو اكتشاف البرامج الموجودة في النظار فمثلا إذا قمنا بالبحث عن وحدات دي تيكت راح نحصل على مجموعة متنوعة من وحدات الاكتشاف مثل فوقسيت ريدر و لست باس و إكتايم و غيرها من وحدات اكتشاف البرامج و الإضاقات طبعا كل واحدة من هذه الوحدات الموجودة في القائمة مصممة لاكتشاف مكون أو برنامج معين في الجهاز للتحليل البيئة المستهدفة وتحديد نقاط الضعف و الثغرات في النظار لذا وكما تعرفنا في الشروحات السابقة من الدورة أن الوحدة أو الاستغلال المشار إليه باللون الأخضر يدل على أن وحدة الأوامر تعمل بكفاءة ضد الهدف بنسبة 100% أما الاستغلال المشار إليه باللون الأبيض فيشير إلى أنه لم يتم التحقق بعض من فعالية الاستغلال ضد الهدف بالنسبة للوحدة الثالثة والتي يشار إليها باللون البرتقالي فهي تعني أن وحدة الأوامر تعمل ضد الهدف ولكن ربما قد تكون ريالي المستخدم القسم الرابع والأخير الذي يشار إليه باللون الأحمر حيث يدل على أن وحدة الأوامر أو الاستغلال لا يعمل ضد الهدف في المتصل بإطار العمل فمثلا تستخدم وحدة detect last pass لتحديد ما إذا كان المستخدم لديه خدمة إدارة كلمة المرور المثبتة على متصفح الويب والإكتشاف الخدمة نقوم بالنقر على وحدة الأوامر ثم في نافذة Create Browser ننفذ الأمر عبر الضغط على Execute وسيتم حقن كود Gavascript في المتصفح المستهدر والذي رح يقوم بفحص البيئة المحيطة لتحديد وجود الإضافات الخاصة بالخدمة بعد ذلك نقوم بالضغط على أمر التنفيذ من خلال نافذة Modern Results History لعرض البيانات وكما نلاحظ فقد تم الكشف عن خدمة Last Pass مما يعني أن برنامج إدارة كلمات المرور المثبتة على متصفح الويب لذا تعتبر هذه المعلومات مفيدة للمهاجمين في سياق هجمات متقدمة حيث يمكنهم استغلال هذا الاكتشاف لاستهداف المستخدم بشكل أكثر فعالية مثل محاولة استغلال ثغرات أمنية معينة في النظام أو تنفيذ هجمات تصيد تستهدف كلمات المرور المخزنة في تلك الخدمة أيضا من بين وحدة الاكتشاف Newtect Softwares ويتم استخدام هذه الوحدة لاكتشاف جميع البرامج والتطبيقات المثبتة على جهاز الهدف مما يتيح لمختبرية الأمن تحديد استراتيجيات الهجوم المناسبة للجهاز طبعا تستخدم وحدة Detect Softwares لاستغلال متصفحات Internet Explorer في كل من الإصدارة السادس والسابع والثامنة الخاصة بنظام الويندوز إذن المرحلة التالية للمهاجم بعد أن يتمكن من كشف البرامج المثبتة على النظام هو تحديد الثغرات الأمنية المعروفة أو المحتملة في هذه البرامجية ثم استغلالها حيث يتم تنفيذ عملية الاستغلال عبر ثلاث طرق وأساليب مختلفة وهي كالتالي أولا من خلال استغلال الثغرات الموجودة في متصفح الهدف ثانيا استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية أو المعروفة باسم Social Engineering والتي تشمل الروابط الضارة أو الحمولات ثالثا عن طريق حقن كود جافة سكريب ضار في متصفح الهدف أو الإضافات المثبتة مما يمكنهم من تنفيذ الأوامر عن بعد في النظام فمثلا لاستغلال الثغرات الأمنية الموجودة في المتصفحات راح يتم أولا البحث عن الثغرات المتاحة لمتصفح الهدف المشتبت مع الأداة وكما نلاحظ فهناك قائمة بجميع الوحدات التي يمكن استخدامها لاستغلال نقاط الضغرات الأمنية في متصفح الويب على سبيل المثال لدينا وحدة الميتاسبوليت GS Create لاستغلال الثغرات الأمنية في كروب وتحديدا في معالج الذاكرة لمتصفح الهدف مما يطيف للمهاجم تنفيذ التعليمات البربانجية بشكل غير مصرح به في النظام ثم فاتح جلسة الاتصال دون أن يتم إرسال أو تثبيت أي ملف على الجهاز الخطوة التالية للمهاجم بعد تحديد الهدف واختيار الوحدة المناسبة للتغرى الأمنية المستهدفة هو ضبط الخيارات وتنفيذ عملية الاستغلال وقد شرحنا عمليا بالتفصيل جميع هذه الخطوات في الدرس السابق من الدورة بالنسبة للطريقة الثانية التي يستخدمها المهاجم لتنفيذ الاستغلال هو عبر تقنية الهندسة الاجتماعية المعروفة باسم سوشال انجينيريند وهذا ما سنتعرف عليه بشكل عملي من خلال هذا الشرح طبعا الهندسة الاجتماعية في مجال أمن السبراني تشير إلى مجموعة من الأساليب والتقنيات التي يستخدمها المهاجم للوصول إلى الهدف ومن ضمن هذه الأساليب التصيد عبر الروابط الضارة أو حمولات حيث تستخدم هذه التقنية كجزء من اختبارات الاختراق لتقييم الوعي الأمني ومحاكتها جمات تحليل النتائج الآن دعونا نقوم بإجراء مثال عملي بسيط لوضح كيفية استخدام أداة بيف من قبل مختبري الأمن والمطوري لتنفيذ جمات عبر الهندسة الاجتماعية لاختبار الأنظمة إذن الخطوة الأولى هو إنشاء ملف الحمولة والذي يكون عادة إما ملف تثبيت مخصص للنظام الهدف أو أي ملف آخر قابل للتنفيذ مثل بي اتش بي أو بي اس وان و جي اس بي وغير ذلك من الملفات وهذا اعتمد بشكل أساسي على نوع الثغرة التي قد يستخدمها المواجم لفاتح جلسة تفاعل مع النظام إذن ننتقل إلى تيرموكس ونقوم بإنشاء ملف البايلوت باستخدام أداة MSFDN طبعا راح يكون ملف الاستغلال بصيغات بي اتش بي وقد شرحنا سابقا كيفية إنشاء الحمولات سواء لتنفيذ الاستغلال داخل الشبكة أو عن بات الخطوة التالية هو رفع ملف البايلوت على خادم الويد مثل أباتشي سيرفر أو أي خادم آخر يفضل له المعجم لذا راح نقم أولا من خلال هذا الأمر بإنشاء مجلة جديد ضمن الدريغ الخاص بخادم الويد وليقوا مثلا اسم المجلة شيرف بعد ذلك نستخدم الأمر التالي لنقل الملف إلى مجلة شيرف ثم نقوم بتشغيل خادم الويد الذي هو رجي سيرفر طبعا حتى نتأكد من نجاح إعداد وتشغيل خادم الويد يمكننا فتح أحد المتصفحات ونضيف أنوان الأي بالمحلي للجهاز والمنطب الخاص بالسيرفر ثم اسم مجلد المشاركة الذي يحتوي على ملف البايلوت ونفتح الرابط إذا لاحظنا وجود الملف في الدليل فهذا يعني أنه ليست هناك أي مشاكل أو أخطاء في إعداد خادم الويد لكن هذا الرابط يعمل محليا فقط أي أنه يجب أن يكون الجهاز المستهدف متصل على نص الشبكة أما إذا كانت عملة الاستغلال عن ضع فنحتاج إلى رابط عام يمكننا من خلالها الوصول إلى أي جهاز خارج الشبكة لذا رح نقوم من خلال هذا الأمر بإنشاء ملف إعداد بسيط لتكوين نفق عكسي وعادة توجيه البورد 8080 باستخدام بروتكول SSH بعد فتح الملف نقوم بضافة الأكواد التالية كما هي وسأضع لكم رابط الملف أسفل الفيديو مع جميع العمر المستخدمة في هذا الشرح الآن لحفظ الملف نضغط كنترول مع حرف S ثم كنترول وحرف X للخروج من الملف بعد حفظ الملف نقوم بتنفيذ الأمر التالي لعمل فورورد دينك على البورد 8080 راح تفتح معنا نافذة بهذا الشكل وتحتوي على رابط إعادة توجيه البورد أي الرابط العام الذي يمكننا من خلالها الوصول إلى النظيف البعيد أخيرا نذهب إلى إطار الأمل الميتاس بلويد ونقوم بتشغيل وعداد وحدة المعالجة هندلار بعد تشغيل الوحدة نقوم بضبط الخيارات المستخدمة مع ملف الاستغلال الذي هو مسار البيلوت بالإضافة إلى خيار الهوست ويل بورد ثم نقوم بتنفيذ أمر الاستغلال X بلويد الآن راح ننتقل إلى لوحة تحكم الأداف ثم في قائمة Command نقوم بفتح مجلد هندس الاجتماعية Social Engineering راح نجد في هذا الدليل مجموعة متنوعة من الوحدات المستخدمة من قبل مختبرية لاختراق لتحميل الملفات إلى النظام فمثلا راح نستخدم Fake Flash Update طبعا هذه الوحدة تقوم بعرض إطار أو صورة وهمية في مقصد تحل الأداف حيث تطالب المستخدم بعمل تحديث لبرنامج أو تطبيق معين في النظام وبمجرد أن يقوم المستخدم بإغلاق هذا الإطار يتم تحميل الملف لكن قبل كل شيء يجب علينا دائما مراعاة القوانين المحلية والإخلاقيات المرتبطة بالأمن السجراني والتحسير لذا من الأفضل يجرى هذه الاختبارات في بيئة خاصة ومحمية لاستكشاف الأنظمة وفهم سبل التعزيز الأمان بطريقة قانونية ودون أي مخاطر محتملة إذا لتنزيل ملف الحمولة إلى الجهاز المستهدف نقوم بإضافة الرابط العام في مربع الخيار بايوديو أر ايل بعد ذلك نضع سلاش ونكتب اسم جلد المشاركة نضع سلاش ثم ملف الحمولة وننقر على إكس كيوات ترجمة نانسي قنقر